شهر رمضان المبارك فرصة لإصلاح النفس فلما لا نفكر بنعكاس ذلك على الأسرة أيضا وكيف يمكن لزوجين في حالة نزاع أو ربما حتى انفصال عاطفي قبل شهر رمضان المبارك أن يكون رمضان فرصة لهما لإعادة ترميم علاقتهم الزوجية حديثنا بتفصيل مع ضيفنا المتخصص بالعلاقات الأسرية الدكتور ياسر الشلبي نرحب به بالتأكيد معنا ضيف الأستوديو أهلا وسهلا فيه سهلا فيكم بالإخوة المشاهدين والمشاهدين الكرام يعني بداية دكتور ربما لا يخطر لبال أحد أنه أصل رمضان يمكن أن يكون فرصة لإعادة ترميم العلاقة الزوجية بشكل أو بآخر قبل أن ندخل بتفصيل برأيك كيف يمكن أن ينعكس رمضان على العلاقة الزوجية أصلا يعني سواء في مشاكل أو ما في مشاكل بداية نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الشهر الكريم ولإخوة المشاهدين والمشاهدين الكرام شهر رمضان هو شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر تجديد العلاقة، شهر التغيير نعم فهو شهر ببداية التغيير في الإنسان أو محطة التغيير لتزود فيها بأمور جميلة وحسن الإنسان وصفات حسنة ويتخلى فيها عن صفات سلبية شهر رمضان هو فرصة أيضا لإظهار المسامحة من الطرف الآخر تجاه شريك حياته شهر رمضان هو فرصة لتجديد العلاقة، شهر رمضان هو فرصة لكسر الروتين في الحياة الأسرية شهر رمضان هو فرصة لاجتماع أفراد الأسرة على مائدة واحدة يفرحون من خلال اجتماعهم هذا فالاجتماع على مائدة الطعام في رمضان لها بهجة وسرور من قبل جميع أفراد الأسرة ونلاحظها على وجوه الأطفال الصغار قبل الكبار فهذه البهجة التي تكون في هذا الشهر هي فرصة لتجديد العلاقة الأسرية وبث وضخ دماء المودة والمحبة في هذا الشهر الكريم نعم فنحن محتاجين أنه كما ذكرت أنه رمضان هو فرصة للتجديد، فرصة للمسامحة، فرصة لتغيير العادات السلبية فرصة لاكتساب عادات إيجابية من خلال ضبط المشاعر والعواطف الممكن المتأججة شهر رمضان هو فرصة لتربية النفس على بعض الصفات الحسنية ليس فقط من أجل أنه نحن نمتثلها في شهر رمضان ثم بعد شهر رمضان نتخلى عن تلك الصفات نعم لا هو عبارة عن تدريب، هي دورة تدريبية أو مارس هذا العمل مرة وثنتين وثلاثة وثلاثين يوم وستة من شوال بعدها يصبح الإنسان لديه نوع من العادة فنحن في علم النفس تكرار الأمر أكثر من مرة يجعل هذا الأمر يصبح جزء من عادة عند الإنسان وممكن تكراره إلى أربعين مرة أن يصبح جزء من القيم التي يدافع عنها فهنا الزوجين يعيشون في هذا الشهر مع بعض في تعامل جديد يكتسب بعض الصفات الإيجابية تصبح بعد ذلك مستمرة معهم بعد رمضان وانتهاء شهر رمضان طيب في حال مثلا دخل شهر رمضان للمبارك وكان الزوجين بحالة خلاف بشكل أو بآخر وما تم إصلاح هذا الخلاف قبل رمضان فماذا تنصح هذين الزوجين؟ نعم الآن شهر رمضان هو شهر الرحمة طيب ومن عوامل الأساسية التي تقوم عليها الأسرة هي المودة والرحمة طيب الآن في شهر الرحمة اللي هو فيه جانب كبير جدا لو تم تنمية المحاء الرحمة في هذا الشهر استطاعت أنه نحن نرفع أو نزيد من مستوى التفاهم بين الزوجين وأن نفهم ما نعنى الرحمة يعني هنا الآن نأتي إلى الزوج يرحم الزوجة في شهر رمضان لأنها تقوم تعد لهم الطعام وتصحي أفراد الأسرة من أجل السحور وأيضا لديها واجبات أخرى فإذا رحمها وأشعرها بالرحمة تشعر بنوع من الراحة وتنخفض الشحناء التي بينهم أيضا كما ذكرنا شهر رمضان هو ضبط الانفعالات فقد يكون أحيانا نتيجة الانفعالات السلبية والردود الأفعال هي أحد أسباب المشكلات الزوجية فعندما يكون فيه شهر رمضان أنه نحن نضبط ألفاظنا ولا نتحدث بألفاظ سيئة وعندما يتحدث معنا شخص آخر بألفاظ فيها نوع من الاستفزاز فنقول أني مرؤون صائم فهذه تجعل لتعويض الشخص أنه أنا في المستقبل أيضا أنه لا أرد عليه ولا أسيء معه اللفظ أيضا ممكن أن تشعر الطرف الآخر أنه الآن أنا أنت تعاملت معي بطريقة سلبية أنا ما تعاملت بنفس الطريقة ضبط انفعالاتي فيقدر هذا الشيء للطرف الآخر أنه والله ما أرد عليه فيثمن ذلك فيشعر بنوع من الراحة تجاه الطرف الآخر فالتعويض على العادات التي هي بالأخص فيما يتعلق بالحوار بين الزوجين أن يكون في نوع من الاحترام في شهر رمضان هو يساعد على أن نكون عندنا محطة الآن أنه نحن رمضان نلتزم أداب رمضان وأخلاق رمضان في الحوار والحديث فيما بيننا نعم أنه إذا كان يصوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإذا أحد خاصمه فليقول أني مرأة صائم أو أحد شاتمه فليقول أني مرأة صائم طب نحن نمتثل يعني لو يكون في اتفاق بين الزوجين أنه نحن الآن في محطة رمضانية نتزود فيها في كاليفية التعامل فيما بعد رمضان خلنا نتعامل الآن في رمضان بالطريقة ونمتثل أخراق رمضان بالطريقة التي أمر فيها الله عز وجل وإذا كان شعرنا بالسعادة نستمر فيما بعد رمضان فأمر مهم جدا وهنا نأتي أنه نحن في شهر رمضان يجب أنه يكون في عندنا فرصة نضعها دائما أنه نحن هاي المحطة تجدد أو تضخ الدماء المحبة والمودة إلى ما بعد رمضان ونبدأ نصحح العلاقة من جوانب تصحيح العلاقة أنه نحن نصفي ما في النفوس ونسامح نعقد جلسة مسامحة من أجل أن يرفع أعمالنا في شهر رمضان وقد تقبلت أنا حبّم عليش قبل ما نكمل جلسة المسامحة في حال أنه مثلا صار الخلاف قبل رمضان ودخل رمضان وفيه بنفس كل شخص شيء هل بتنصح بجلسة المصارحة والعتاب بشهر رمضان أم لا إياك في خلص التجاوز ونلتزم بأداب رمضان وممكن رمضان يعيد ترميم الموضوع بشكل تلقائي المصارحة في الحياة الزوجية هي أساس في التعامل بين الزوجين في شهر رمضان وغير شهر رمضان فقط نحن نريد بماذا نتصارح وماذا لا نتصارح لأنه المصارحة في الحياة الزوجية ثلاثة أنواع عندي مصارحة مسموحة في الحياة الزوجية ويجب أن تكون مستمرة وفي عندنا مصارحة ممنوعة في الحياة الزوجية أساسا وإن كان في نفسي شيء لكن لا يجوز أن أصارح فيها الشريك في الطرف الآخر لأنه ممكن أن تحدث نوع من المشكلة في الحياة الزوجية وفي عندنا مصارحة تؤجل مؤقتا فما بيجوز أن أنا أصارح فيها فمثلا نأخذ المؤقت أنا وقت أجد أن الشخص غضبان ومزعوج ومضايق فما يصلح لي وأبدأ أن أطرح بعض المشكلات قد يكون أحيانا في نهار رمضان بعض الأزواج لديه نوع من الضيق والانزعاج بسبب التوقف مثلا عن شرب الشاش أو القهوة فنوع التعكير من المزعج فما يصلح أنه أنا أجعل من نهار رمضان هو وقت للمصارحة في بعض الأمور هللي ممكن أنه تجعل الشخص الآخر يغضب فاختيار الوقت المناسب للمصارحة في شهر رمضان فهو أمر جيد وهو هام جدا أننا كما ذكرت أننا نكون في عندنا مسامحة وإعادة ترتيب أوراق في شهر رمضان في عندنا مصارحة ممنوعة المشاعر السلبية التي تتعلق مثلا بالحب فما يصلح أن الزوج والله يعبر لزوجته أو الزوجة تعبر لزوجها عن عدم المحبة لأن هذا الممنوع مو وقته أساسا ليس مجال يعني في عندنا ليست كل البيوت تقوم على الحب كما ذكر عمر رضي الله عنه وإنما في الرحمة وفي المؤانسة وفي الجوانب اللي لا يكفرك مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلق رضية منها آخر في تعامل في عشرة زوجية فيما بين الزوجين فما بصير أن أعبر عن المشاعر تجاه الطرف الآخر وإنما ممكن أن نتعود نعبر للطرف الآخر عن الأمور التي لا أحبها عند الطرف الآخر وليس هو فأنا لا أتوجه إلى الذات وإنما أتوجه إلى بعض الصفات فجيد أننا بشهر رمضان تكون في جلسة مصارحة لترتيب أوراقنا ما بعد رمضان جالسين الزوجين مع بعض في جلسة مسائية مثلا يتحدثوا عن أننا في شوانب أنا بحبها لو كانت موجودة لديك في جوانب أنا تزعجني والجوانب وليس أنت اللي عم تزعجني فأنا متوجه إلى الصفات وليس إلى الذات هنا تخفف درجة الحدة بين الزوجين وأيضاً اختيار الألفاظ هاللي هي مناسبة في الكلام فهي تساعد على أنه يكون في عندنا مصارحة بأمور جيدة أيضاً أنه فرصة أنه نحن نتحدث عن أنا في خاطري بعض الأمور هاللي مزعوج منها نتيجة بعض التصرفات اللي حصلت وأنا عم نقول أنه نحن فرصة أنه نتعلم آليات الحوار أنه نحن الآن بدنا ما نغضب ما نشاتم ما نكون في عندنا نوع فأنا بدي أسمع الطرف الآخر أسمع كمان رد عليه برد يكون فيه احترام للطرف الآخر فهذا عم نتعود نحن على أسلوب الحوار جيد أيضاً أنه نفكر طيب نحن كان في عندنا فتور في العلاقة ما قبل رمضان والآن في رمضان كانت فرصة أنه صار في نوع من المودة فيه من الرحمة فيه من المؤانسة في شهر رمضان خلينا نحن شلون بنرسم ما بعد رمضان شو هي الخطة اللي نحن حابين نعيشها في بعد رمضان شلون نحن ممكن نطور حياتنا شو الهدف اللي نحن بنشتغل عليه في ما بعد رمضان نستصحبه معنا من رمضان سواء فيما يتعلق بالزوجين أو بالأولاد أيضاً في عندي نوع من رمضان هو شهر سلة الرحم طيب في علاقة متأزمة بينه وبين أهل الزوجة أو بين الزوجة وأهل الزوج طيب فرصة الآن أنه نحن نصلح تلك العلاقة من أجل أنه ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل بدون خصومة ونبدأ نتنازل عن بعض الجوانب الشخصية هاللي بساعد أنه نحن نكسب شهر رمضان لتصحيح تلك الأمور لأنه أحياناً بيكون الخلاص بين الزوجين نتيجة نزاع بين أهل الزوجين صحيح تخديث كثيراً فجيد أنه نحن نستستمر شهر رمضان لتلك الجوانب نعم طيب ذكرت منذ قليل عن خطوات لنقل الإصلاح والبداية أنه أصلاً ندخل شهر رمضان المبارك ونفوسنا أصلاً نقية وذكرنا موضوع المصارحة وأساليبها أريد أن تحدثنا عن أساليب لتجديد الحب والمودة بين الزوجين في شهر رمضان ربما الناس مثلاً تعتقد أنه شهر رمضان أكيد مش وقت رومانسيات يعني هذه الصورة النمطية الموجودة عن شهر رمضان المبارك ويكفي العبادة لكن هل في أساليب مشروعة لترميم المحبة بين الزوجين في شهر رمضان؟ أول نقطة يعني الابتهاج بقدوم شهر رمضان لوحده هذا بشيع المحبة أو الراحة أو رحمة داخل البيت فتزيين البيت ووضع فوانيس رمضان إشعار البيت أنه نحن الآن بشهر كريم وفضيل وشهر رحمة هذا لوحده نوع من جوانب المهمة جداً الأمر الآخر اللي نحن محتاجين نلتزم بأخلاقيات رمضان لوحدها بزيد المحبة بين الزوجين لأنه نحن التزمنا بأخلاقيات ضبطنا اللسان عن الإساءة للطرف الآخر احترمنا الطرف الآخر فهذا أمشي الأمر الآخر كمان المهم بالنسبة للزوجة الآن الزوجة تعمل في المطبخ وتشتغل أمور فهي محتاجة بعد هذا التعب في إعداد الطعام إلى كلمة شكر فنتعود على شكر الطرف الآخر وليس فقط الشكر ومساعدة الطرف الآخر في بعض الجوانب فمساعدة الطرف الآخر وعندما مثلا الزوج يساعد الزوجي ويذكر لها أنه أنا أريد أن أساعدك من أجل أن تتفرغي إلى جزء من رمضان للعبادة فهذا بشعرها أنه مهتم فيها وبيزيد درجة المحبة نحن في رمضان نحن في شهر طاعات طيب ومن ضمن الطاعات إحسان الخلق مع الآخرين من ضمن الطاعات الكلمة الطيبة صدقة طيب نحن بنزيد الصدقات ندور على الجوانب اللي بتزيد الصدقات بتحسن العلاقة بين الزوجين أنت بسمك في وجه أخيك صدقة طيب إذن خلينا نشيع البسمة داخل البيت في شهر رمضان يكون أنه من العوامل اللي بتشيع البسمة لأنه رمضان هو شهر البهجة والراحة والأمور اجتماع الزوجين على الطاعة الوحده هو بزيد نسبة السعادة داخل الأسرة ألا بدك الله تطمئنه القلوب فهو الوحده لحاله وهل فرصة صلاة الترويح في البيت يعني ممكن يصلوها سوى يعني نعم وهي فرصة أنه نحن ترى يعني كنا سابقة نصلي في المساجد نعم ونشغل عن الأولاد لا صلاة الترويح داخل البيت لها طعم جميل جدا صحيح بيشعر أنه حتى الكبار والصغار والأولاد والزوجة وعن نصلي فمنشعر بنوع من الراحة بعد ما قدينا تلك العبادة منشعر بنوع من الراحة والطمأنينة فنحن بدنا نحاول أنه نفكر أنه بشهر رمضان هي الوسائل اللي هي بتجدد طبعا كسر الروتين في رمضان لوحده هو لوحده عامل من تجديد الحياة الزوجية وزيادة المحبة نحنا في عندنا مشكلة في حياتنا الزوجية اللي هو الروتين القاتل من فيء بالساعة الفلانية من نام بالساعة الفلانية من ناكل الأمور منشغلين عن بعضنا في جوانب التواصل عايشين حياة روتينية طب إجا رمضان غير تجميع رمضان للأسرة على مائدة الإفطار لوحدها فرصة أنه نحن نقول أهمية تلك الأمور برأيك دكتور يعني ماليش على الهامش في حالة زوجة طبخة لزوجها الأكل اللي بيحبها ممكن هذا الشيء يأثر فيه ولا لا يعني أنت كرجل ممكن هذا الشيء يعيد المودة والرحمة ولا لا يعني يقال أنه الوصول إلى قلب الزوج من معدته فأكيد طبخ الطعام لكن أنا لا أريد أنه نحن أكيد حصل رمضان رمضان مش محصور في الطعام ليس محصور في المطبخ أنا ما أريد أنه يضيع وقت المرأة كله في المطبخ وأن يعني يصبح من الصباح إلى المغرب هي تعد الطعام بعدين تنظف الصحون طب هي لديها عبادة أيضا ولديها جوانب هامة من رعاية الأسرة وتنمية المحبة فيما بينه وبين زوجها رمضان هو شهر لزيادة العلاقات وأيضا للجلوس الجلسات اللي ذكرنا أنه جلسات اللي هي فيها نوع من المصارحة نوع من التخطيط للمستقبل نوع من زيادة الأجر الأسري كل ياتها هي جوانب مهمة في شهر رمضان طيب دكتور في حال كان الخلاف قبل رمضان ووصل لمرحلة انفصال عاطفي بين الزوجين برأيك رمضان ممكن يكون فرصة يعني استثمار ليالي رمضان مثلا على الأقل لترميم هذه العلاقة العاطفية بين الزوجين ممكن تحدث في رمضان لو أتينا نحن أسباب الانفصال العاطفي بين الزوجين هو عدم القدرة على الحوار الإيجابي بين الزوجين فنحن لو خلينا أنه في شهر رمضان فرصة أنه نحن نتحاور في قضايا بتساعد الزوجين على الحوار وكما ذكرت أنه أنا خلينا نسأل بعضنا أنه شو بيحب الطرف الآخر أحيانا أحد أسباب الانفصال العاطفي أنه نحن ما نفهمانين بعضنا صحيح عدم الفهم الفروق الفردية بين الرجل وبين المرأة فطيب فرصة أنا أفهم الزوج أنه شو الأمور اللي بتحبه شو الأمور اللي بتكرهها وبيصير فيه نوع من العصف الظهني أنه نحن لما نحكي مع بعض من شروط هذا الحديث اللي رحين نحكي فيه أنه ما نعصب على بعض أنه ما نرفع صوتنا على بعض نلتزم بالآداب اللي هي موجودة في أخلاقيات رمضان أو أخلاقيات الحوار لوحدها بتلاقي أنه بدأت نشعر بنوع طعم آخر للحياة الزوجية لأنه دائما مشكلتنا بأزمتنا أزمة حوار أزمة فهم للطرف الآخر فأنا لما بعرف شو بحب الطرف الآخر شو بيكره ممكن تتغير عندي مفاهيم في التعامل معه وبيفهم أنا ردات فعله ليش يعني وقد يكون عندي مشكلة الكبيرة اللي نحنا بصير عندنا أنه في عندنا شيء بنسميه الحوارات الداخلية الحوارات الداخلية قاتلة ومدمرة للحياة الأسرية أنه أنا ما رديت عليه طب أنا ما رديت عليه لازم أنتصر لنفسي يعني فيه أزماج بفتر بها طريقة الشيطان عم يجي يشتغل معي والحمد لله بشيطان برمضان تصفى بالشياطين طيب الآن فرصة أنه نحنا نفكر بطريقة إيجابية والحوارات الداخلية نطلعها أنا شوفي عندي جوانب نطلعها بأسلوب حسن أنه أنا أتضايق من الجوانب الفلانية وأنا أحب الجوانب الفلانية والموقف الفلاني كنت أتمنى أن يكون التعامل بطريقة أفضل أو ممكن أنه أذكر بعض الجوانب الإيجابية قبل من أذكر الجوانب السلبية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يصحح خلل أو ضعف موجود عند أحد الصحابة وعبد الله بن عمر قال نعمل عبد لو كان يقوم الليل فأذكر بالبداية أنه هو نعم وذكر الصفات الإيجابية وبعد ذلك جاب الصفة التي يحتاجها أنه يزيد المستوى فلنحن نتعلم أنه أنا أشكرك على الطبخ وأشكرك على التقديم الذي قدمته والعناية وتصحيتنا على السحور والأمور وثمن التعب تبعك في جوانب ياريت أنه نكملها رح تزيدنا جوانب السعادة نفس الموضوع الزوج في شهر رمضان غالباً هو شهر بذل وعطاء عم يقدم طب تستغل الزوجي هاي الجوانب أنه أنا أشكرك على حسن خلقك وعلى تعاملك وياريت أنه في جوانب هيك صغيرة لو إمناها من حياتنا رح تساوينا نوع من السعادة فنحن نكون هنا كسرنا الجمود العاطفة الموجودة بالأسرة وأوجدنا حوار إيجابي فنستغل جلسات رمضان سواء على الفطور أو على السحور أو الجلسات خاصة أو حتى الجلسات اللي بتكون فيها نوع من التشارك في جوانب من الطاعة يعني جلسوا مع بعض قرأوا قرآن أمور فبيشعروا بنوع من القرب فيما بينهم وبنكسر حاجز الجمود العاطفة اللي بين الزوجين نعم برأيك أخيرا وسريعا دكتور ما الأمور التي يجب بناءها لما بعد رمضان في العلاقة الزوجية نحن فيما بعد رمضان يجب أنه نكتسب كما ذكرت الأخلاق اللي في رمضان ونستحبها معنا ما بعد رمضان جميل وليس أنه نحن نتجاوز خلاص في رمضان اكتسبناها وبعدين تركناها بعد رمضان الأمر الآخر هو محطة رمضان لتزود في الطاعات فتزودنا بجوانب ووضعنا خطط مستقبلية لحياتنا جيد أنه نحن نضع يعني التجار في شهر رمضان ترى هو شهر تصفية حسابات نعم أيضا نحن صفينا ما في النفس وسامحنا الطرف الآخر خلاص اللي حصلت تصفية مسحنا جميل ما نجي أنه بعد رمضان نبدأ نفتح الملفات اللي نحن تصافينا فيها خلاص نحن تصافينا فيها برمضان وسكرناها جيد وضعنا قواعد للتعامل بعد رمضان نتعامل فيها موضوع سعدنا بجوانب فيها مودة ورحمة وتعامل إيجابية طب نستمر فيها بعد رمضان يعني حتى جوانب الطاعة شو المانع أنه نحن بعد رمضان نصلي ركعتين مع بعض لو الوتر ثلاث ركعات أو ركعة مع بعض الزوجين صلوها مع بعض أو أنه صاموا بعد رمضان صاموا مع بعض الاثنين والخميس من باب إشعار أنه نحن كانت أيام جميلة طب خلينا هاي الجمالية نستمر فيها ومائدة الفطار تستمر معنا فممكن نحن نفكر برمضان أنه شو هي الجوانب بياريت أنه الزوجين يذكروا ما هي الجوانب الإيجابية اللي نعكست على حياتهم في رمضان نسجلها ونكتبها وكيف بدنا نستحبها ما بعد رمضان جميل وهذا أمر هام جدا أنه نحن كثير مننا أنه ما بيسجل ما بيكتب ما بيجلس جلسة تقييم فنحن نجلس جلسة تقييم أنه هذا الشهر رمضان جلسنا والحمد لله كان في جوانب إيجابية على حياتنا شو هي أبرز الجوانب طب ليش ما تستمر معنا إلى بعد رمضان نعم أخيرا شكرا جزيلا الدكتور ياسر الشلبي المتخصص في العلاقات الأسرية شكرا الله تكلم